السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد التدريب الثاني بعنوان أوامر التكرار لوبز وفي هذا التدريب سنتدرب على أوامر التكرار وتحريك الروبوت بشكل مربع باستخدام أمر التكرار المحدد وفتح منصات جديدة وتحريك الروبوت حول المنصة دون توقف باستخدام أمر التكرار الغير محدد متضلبات التدريب نحتاج إلى جهاز حاسب ألي وكذلك برنامج الروبو مايند تعلمنا في الوحدة الأولى مفهوم التكرار من خلال برنامج السكراتش والذي يساعد في اختصار عدد الأوامر المستخدمة في البرمجة وفي التدريب السابق تعلمنا طريقة تحريك الروبوت بشكل مربع وذلك باستخدام عدة أوامر ولكن مع استخدام الأمر التكرار سنختصر عدد الأوامر المستخدمة في تحريك الروبوت بشكل مربع كما يحتوي برنامج الروبو مايند على العديد من المنصات الخرائط والتي تحتوي على أفكار برمجية متعددة والأوامر التكرار ثلاثة أشكال التكرار المحدد والغير محدد والمشروط والتكرار الغير محدد هو تكرار العمليات التي يقوم بها الروبوت دون توقف ومثال ذلك كرر الأمر كتكرار عملية التقدم وذلك دون توقف والتكرار المحدد هو تكرار العمليات التي يقوم بها الروبوت بعدد محدد ومثال ذلك كرر الأمر بعدد معين كتكرار عملية التقدم ثلاث مرات والتكرار المشروط هو تكرار العمليات التي يقوم بها الروبوت إذا تحقق الشرط ومثال ذلك كرر الأمر إذا تحقق الشرط كتكرار عملية التقدم إذا وصل إلى اللون الأبيض إذن دعونا الآن ننتقل إلى البرنامج لنوضح كيفية عمل هذه الشروط إذن هذه الواجهة الرئيسية للبرنامج نقوم بكتابة الأوامر هنا في منطقة كتابة الأوامر ولكن قبل البدء في عمليات التكرار يجب أن نذكركم بأنواع الأقواس التي يتعاملوا معها التكرار هناك الأقواس الصغيرة وكذلك الأقواس الكبيرة تستخدم الأقواس الكبيرة لإعطاء الأوامر من أجل أن ينفذها الروبوت أما الأقواس الصغيرة لتحديد العدد أو الشرط إذن نبدأ على بركة الله نقوم بعمليات التكرار مثلا التكرار الغير محدود نكتب كرر ونضع الأمر الذي نريد الروبوت أن يقوم بتنفيذه فمثلا نكتب تقدم يمين ثم نقوم بإغلاق القوس ونقوم بعملية التشغيل ونلاحظ ما الذي سيحصل إذن نلاحظ أن الروبوت يتحرك في مربع أي أنه يقوم بتكرار الأمر إذن التقدم واليمين بطريقة مستمرة نلاحظ إذن يتحرك في مربع نقوم بإيقاف التحرك وننقر على هذه العلامة من أجل أن يعود هذا الروبوت في موضعه الأساسي أما بالنسبة للتكرار المحدود نقوم بإضافة العدد بعد كلمة كرر ما بين قوسين صغيرين فنكتب مثلا العدد أربع مرات فقط ونقوم بالتشغيل إذن نلاحظ أن الروبوت تحرك وتوقف في مربع كرر عملية التقدم وإلى اليمين أربع مرات فقط وتوقف أما بالنسبة للتكرار المشروط فنكتب الأمر كرر حتى دون وضع المسافة ما بين كلمة كرر وكلمة حتى أي أنها ملتصقة كرر حتى بدون فراغات ثم نضع الشرط مثلا الأمام أبيض ولكن البرنامج لا تعمل مع المسافات فنقوم بوضع علامة الأندرس كور هنا في المسافة حتى تلتصق تصبح كأنها كلمة واحدة الأمام أبيض ونكتب مثلا تقدم يسار على سبيل المثال لكن نحن نريد الروبوت أن يتجه إلى هذا اللون الأبيض فماذا نعمل؟ نقوم بوضع عملية استدارة إلى اليمين هنا في البداية نكتب يمين ثم نكتب في السطر الثاني كرر ثمام مرات تقدم ونغلق القوس لاحظوا من الذي سيحصل إذن نلاحظ أنه قام بالالتفاف إلى جهة اليمنى ثم قام بتكرار التقدم ثمام مرات أي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فلما وصل إلى هذا اللون الأبيض قام بتنفيذ الأمر في السطر الثالث كرر حتى الأمام أبيض تقدم يسار وقام ببعاد التقدم ثم إلى جهة اليسار وتوقف إذن هذا بالنسبة لعمليات التكرار ويمكن فتح منصات جديدة أو خرايط خلال النقر على هذا الزر الأحمر ثم نختر فتح خريطة ونلاحظ أنه يوجد هناك العديد من المنصات والخرايط الموجودة في هذا البرنامج وهناك اختصار من لوحة المفاتيح يقوم بنفس المهمة وذلك بالنقر على المفتاحين كنترول والحرف M ونفتح بعد ذلك على سبيل المثال Open Area ثم فتح سنلاحظ قام بتغيير الخريطة والمنصة التي نتواجد عليها ولتحريك الروبوت حول المنصة دون توقف باستخدام أمر التكرار الغير المحدد أولا يلزمنا أن نقوم بتوجيه الروبوت إلى الجهة اليمنى أو اليسرى أو الأعلى أو الأسفل كيفما نريد حتى يكون ملاصقا تماما لحافة الجدار فمثلا لو توجهنا إلى الجهة اليسرى يلزمنا أولا أن نتحرك في هذه المربعات ثم بعد ذلك يلزمنا أن نتوجه إلى الأعلى ثم بعد ذلك نقوم بوضع عملية تكرار لكي يلتف حول المنصة وهكذا إذا ندعونا أن نقوم بكتابة هذه الأوامر إذا نقوم بتحديد هذه الأوامر السابقة ونكتب يسار ثم بعد ذلك تقدم ما بين قوسين تسعة ثم بعد ذلك يمين ثم تقدم ست مرات ثم بعد ذلك نضع الشرط كرر ونفتح قوس كبير ونكتب بداخله يمين ثم تقدم ثمانية عشر مرة ونغلق القوس إذا نقوم بعمل التشغيل ونلاحظ ما الذي سيحصل إذن نلاحظ الآن يقوم بالتوجه إلى الجهة اليسرى ثم إلى الأعلى ثم إلى اليمين ويقوم بعملة التكرار ويدور حول هذه المنصة دون توقف ويمكن الاستفادة من الأوامر البرمجية الجاهزة التي في البرنامج من خلال قائمة إدراج واختيار الأمر الذي يناسبنا وهكذا وهناك اختصارا من لوحة المفاتيح يقوم بنفس المهمة وذلك بالنقر على المفتاحين كنترول والمسافة سيقوم بإظهار نفس القائمة التي نختار منها الأوامر وهكذا وهناك تمرهم في نهاية هذا التدريب يطالب برسم مصاري حركة الروبوت وكذلك استخدام أمر التكرار في اختصار الأمر البرمجي سنقوم بكتابة هذه الأوامر في البرنامج وسنقوم باختصار جميع الأوامر المتشابهة في أوامر التكرار نقوم بتحديد هذه الأوامر ونكتب تقدم ثلاث مرات ثم يمين ثم تقدم ثلاث مرات ثم يسار ثم تقدم ثلاث مرات ثم يمين ثم تقدم ثلاث مرات ثم يمين ثم تقدم ثلاث مرات ثم يمين ثم تقدم ثلاث مرات ثم يسار ثم تقدم ثلاث مرات ثم يمين ثم تقدم ثلاث مرات إذن سنقوم بعمل التشغيل ونلاحظ ما الذي سيحصل إذن هذا هو مسار تحرك الروبوت ويمكن أن نقوم باختصار أي من هذه الأسطر فمثلا نقوم بتحديد هذه الأسطر تقدم ثلاث مرات ثم يمين ثلاث مرات يمين ثلاث مرات يمين ممكن نختصرها في سطرين تقدم ثلاث مرات ثم يمين فقط ونضعها بداخل عملية التكرار ونكررها بعدد ثلاث مرات نقوم بوضع المؤشر هنا ونكتب كرر ما بين قوسين صغيرين ثلاث مرات ثم نقوم بوضع قوسين كبيرين بداخلهم هذين السطرين تقدم ثلاث مرات ونختمها بيمين ونقوم بمسح هذه الأسطر الأربعة ثم نقوم بعملية التشغيل ونلاحظ ما الذي سيحصل إذن حصلنا على نفس النتيجة باستخدام عملية التكرار وهكذا ولتوضيح مسار الروبوت بالألوان سنستخدم أمرا للتلوين ونضعه هنا في البداية ونكتب الأمر لون أندرسكور أبيض ثم انتر إذن تلاحظون السطر الأول رقم واحد هو أمرا للتلوين سيقوم بالتلوين على كافة هذه الأوامر سنقوم بالتشغيل ونلاحظ ما الذي سيحصل إذن نلاحظ هذا هو مسار الروبوت بالألوان إذن هذه هي أبرز نلقات درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعين